السلام عليكم اخوتي اخوتي كسبحتو اليوم جيتكم بواحد الخبر عاجل وصار بزاف حيث البرح سمعت البلاغ وزارة الاوقاف والشؤول الاسلامية المغربية بانها غادي تعاود تفتح المساجد دي المملكة المغربية تدريجيا ابتداء من صلاة ظهر يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020 الاربعاء الجاي ان شاء الله هاد البلاغ غادي نقول لكم المحتوى ديالو علنت وزارة الاوقاف والشؤول الاسلامية المغربية بانه تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والادارية اعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموعة تراب الوطني لاداء الصلوات الخمس وذلك ابتداء من صلاة ظهر يوم الاربعاء 23 دي القعدة 1441 هجرية موافق ل15 يوليوز 2020 مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشرط المراقبة الصحية التي ستدبرها ديال محلية بأبواب المساجد إذا الحمد لله هم غادي عود يفتحوا هذه المساجد ولكن بشرط وستظل المساجد مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة وبهذه المناسبة أكدت وزارة الأوقاف الشؤول الإسلامية على ما يلي أولا إن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أدى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد إذن هذا الشرط الأول هو أنه لحس برسه مريض ولا عنده شيء على أعراض ديال المرض ما يبشيش في المسجد ما يبشيش في المسجد ثانيا وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة تباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخصين وشخص إلى حين يتوفر شرط طراص صفوف إذن هذا الشرط الثاني تطلبوا من الناس اللي غادي بشيو يصلوا في المساجد بشي وضعوا الكمامات بماسك ويتباعدوا شوية في الصفو متر ما بين متر ونصف بين شخص والآخر حتى توفر شروط بشي ترسوا كل المعتاد إذن شرط الثالث هو تجنب التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والازدحام لاسيما عند الخروج إذن نفهم هذا الشرط الثالث هو ما يخصش الناس يتجمعوه قبل ما يبدوا بصلاة ولا بعد صلاة ولا يبدوا يتسلموا بعضياتهم ولا يزدحموا خاصة حيث هذه السلاة تتلقى الناس يجروا بزاة بشي يخرجوش يوتي يدفعوه دونك خاصهم ما يبقوش يديرو هاد يزدحموش بزاة رابعا تعقيم اليدين بمحلول متوفر بباب المسجد غادي يوفروا في المساجد المعقيمات إذن إنسان يعقم يدو المصلي اللي غادي يبقى يبسي المسجد منين يبجي الباب المسجد راكين في الدخول في الباب دي المسجد غادي يحطو معقيمات خامسا قياس الحرارة من طرف شخص مكلف غادي يكونوا أشخاص مكلفين في المساجد باش بالنسبة للناس اللي غادي يجي ويدخلوا للمسجد يقسوا لهم درجة الحرارة شوفوش مراد ولا سادسا الحرص على استعمال السجادات الخاصة هاد الشرط السادس تقول فيه وزارة الأوقاف تطلب من الناس اللي غادي يبشيوا للمساجد باش يجيبوا معاهم السجادات ديالهم الخاصة سابعا استمرار إغلاق المرافق الصحية